الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة اليوم دولتك تطلب ثقة من 130 نائب الثقة رح تأخذها هذا معلوم ولكن من اخ اطلب الثقة عند الله فقط اليوم عندك وزير عدل وعندك وزير خارجي وعندك وزير داخلية لكن وكل اتنا يوم القيامة فردا والله ان كل جائع في المملكة الارضيني هاشمية سيطالبك بحقه والله كل مريض سيطالبك بحقه والله لا تحسد على الموقف الذي انت فيه الحكومة اخواننا بعرفهم شخص والله اكفي لكن يا حكمتنا الجليلة انتم تحتاجون الى ثورة في وزاراتكم انا بكفل وتحت القسم انكم ما بتسربوا ولا تندي ايدكم والله بعرفكم واحد واحد والله ما بتسربوا لكن مشكلتنا بلي تحتينا مشكلتنا في من هو تحت ايدينا هذين الفتح ايدينا عليهم يوم القيامة مش بكرة يمكن اليوم وسيدنا النبي قال لا يأتين غدا احدكم على ظهره بجمل له رغاء لا يأتين احدكم غدا يوم القيامة على ظهره بشاف تيعر فانه من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة بالقدر الذي نحتاج فيه الى شوارع بنية تحتية نحن بحاجة الى بناء الفكر لانه اليوم موظف الدولة محبط لانه موظف الدولة اليوم مش قنعان صارت اليوم اذا بدك تحرك هاي من هون لهون تدفع لها رشد هذا يحتاج ان ندعم خطباء الجمعة تبدي اشكر ادارة معالي وزير الاوقاف نحتاج اليوم دعم خطب الجمعة محركات الفكر اشبعنا غناني ورقص وحبيتك اي خربيتك اشبعنا منه اشبعنا منه قال الاوان انه خاضب فكرة الناس وان نصنع جيلا جديدا قال الاوان لكل اللي قاعدين اول واحد ابدأ بنفسي وكلكم خير مني ان نتذكر طول الله عز وجل ستكتب شهادتهم ويسألون قال الاوان ان نتذكر ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة اشكركم جميعا اشكركم سعادة الرئيس كل الشكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله